لا يزال صدى مقترح اعتماد عيد الغدير عطلة رسمية يتردد في الشارع العراقي ويوثير ضجة واسعة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إقراره في البرلمان في خطوة اعتبرتها أوساط شعبية وسياسية تكريسا للطائفية الرفض الشديد لهذا المقترح ترجمته الانتقادات الواسعة الصادرة حتى من بعض الأحزاب السياسية معتبرة أن أي محاولة لاعتماد هذا اليوم عطلة رسمية تصب في خانة فرض قناعات طائفية على المجتمع العراقي بأكمله مقترحة أن تتولى مجالس المحافظات تشريع القوانين ذات البعد الديني بما يتلاءم مع توجهات سكانها ومع ارتفاع موجة الغضب دعت أحزاب أخرى إلى مقاطعة أي جلسة تشرع هذا المقترح والذي يثبت مرة أخرى أن أحزاب العملية السياسية تصدر أزماتها عبر هذا النوع من الدعوات التي تحاول استهداف استقرار المجتمع العراقي بعد أن فشلت طوال العقدين الماضيين في بناء أنموذج سياسي ينتشل البلاد من واقع الفساد والفشل الجاثم على جميع المستويات من يتابع المشهد العراقي لا يستبعد محاولات تمرير هذه القوانين لا سيما وأن الأحزاب الحاكمة ووفقا لتقارير دولية تستثمر وتعتاش على الطائفية على مدار السنوات الماضية فهي لا تتوانى في تحقيق مكاسبها السياسية ضيقة الأفق على حساب وحدات الشعب العراقي وهو ما يفسر تصاعد التنفس بين مقتدى الصدر وزعيم ميليشيا العصائب على إثبات أقدميتهما في تقديم مقترح سن قانون احتساب يوم الغدير عطلة رسمية موجات التصعيد والتحريض الطائفي التي لم يكتفي عرابوها من أحزاب العملية السياسية وشخصياتها بتهديد السلم الأهلي ويعادة محاولات استهداف النسيج المجتمعي العراقي فحسب بل تعدى ذلك إلى السعي للإجهاز على كل ما في المجتمع من أواصر ومشتركات بهدف صرف الأنظار عن واقع العراقيين المؤسف بالتزامن مع أكثر مراحل العملية السياسية انحطاطاً وفساداً